أهلا بكم مجدداً أعلن وزير العمل والشهور الاجتماعية الإيرانية بلاده لم تعد قادرة على تمويل برنامج الدعم الحكومي الذي ورثته عن حكومة الرئيس سابق محمود أحمد نجد وستعمل على تعديله يأتي ذلك بالتزامن بارتفاع قيمة الدين الإيراني الذي وصل إلى 88 مليار دولار في ظل استمرار العقوبات الدولية وانخفاض أسعار النقل مصاعب اقتصادية كبيرة تواجهها طهران في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي حيث بدأت تأثيراتها تظهر على اقتصاد البلاد خاصة مع تراجع أسعار البترول مؤخراً وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية علي ربيعي أعلن أن إيران لم تعد قادرة على تمويل برنامج دعم للمواطنين بمليارات الدولارات ورثته عن حكومة أحمد نجاد مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تعديله الدعم الذي أشار إليه ربيعي يشمل عدة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز والمياه والخبز وتصل نسبته ما يعادل 15 دولاراً شهرياً لكل مواطن ما يسبب ضغطاً شديداً على ميزانية الدولة الوزير الإيراني انتقد طريقة وضع برنامج الدعم مشيراً إلى أنه كان يجب أن يعتمد على سياسة تحدد أهلية كل مواطن وأن لا يكون موجهاً للجميع بمن فيهم المقتدرون مادياً وتواجه الحكومة مشكلة أن دعمها الذي يستهدف المواطن المحتاج يصل حتى إلى من هم ذو دخل مرتفع ما جعل الرئيس حصن روحاني يدعو الإيرانيين الأكثر ثراءً إلى رفض هذا الدعم ولكن لم يفعل ذلك سوى القليل منهم قيمة الدين الإيراني وصلت على أقل تقدير إلى حوالي ثمانية وثمانين مليار دولار حسب وزير الاقتصاد علي الطيبنية الذي ذكر أن حكومة نجاد كان لديها عائدات نفطية بثمانمائة مليار دولار غير أنها لم تورث حكومة روحاني سوى دين ضخم يصعب الإيفاء بملتزماته عماد الدين همام العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر